سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشن توزن لها طبعا قبل ما نبدأ المقطع حبيت اقول شي جدا بسيط انه ترى السيرفرات الرجعت والسيرفرات صارت احسن من اول ومعاد صارت تطلع نسبة كبيرة جدا من اللاعبين انا امس صراحة معاد صارت يعني تطلع لمرة او سر لحادثة خطأ فروكستار اشتغلوا بشكل كبير على السيرفرات وصارت افضل من اول ومستقرة اذا كنت شخص سبت اللعبة بسبب السيرفرات تقدر الان تعطيها تجربة وتجرب السيرفرات وتجرب الاونلاين مصبوط بالنسبة لمقطعنا اليوم رح اعطيكم افضل مكان صيد في اللعبة يعني اذا كنت تصيد بالجودة الكافية رح تطلع من بين الثلاثين دولار الى الخمسين دولار صافي ارباح وارباحك بالنسبة 100% في رحلة واحدة يعني فغضون عشرة دقائق رح تطلع بهذه القيمة طبعا المكان رح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي بالقرب من مدينة سان دينيس وتحديدا في هذا المكان في هذا المكان رح يرسبن مجموعة من الحيوانات القيمة اللي تقدر تصيدها ورح تعطيك اشياء جدا قيمة يعني ممكن في هذا المكان تحصل طيور بجميع انواعها ممكن تحصل بومة والبومة جدا غالية من ناحية السعر وايضا ممكن تحصل مثلا حنش او ثعبان ممكن تحصل تماسيح ممكن تحصل مثلا ذيب او كويات ممكن تحصل مثلا ايش كمان في سلحة فا يعني رح تحصل مجموعة من الاشياء القيمة او الحيوانات القيمة اللي لما تاخذها رح تعطيك سعر جيد جدا طبعا زي ما تشوفون في الجيم بلاي انا قاعد اصيد الطيور الان لكن قاعد اصيدها بالريبيتر او البندقية عشان كذا الجودة قاعدة تقيل 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 يعني ثلاث نجوم تصير نجمتين وبنجمتين تصير نجمة واحدة لانا قاعدة تصيدها بالمدقية ما عندي الفارمينت رايفل فاذا كنت شخص انسى عندك الفارمينت رايفل فاستخدم الفارمينت في صيد الطيور عشان ما تقيل جودتها وتقدر تبيعها بالجودة الكافية وتقدر تكسب اكبر نسبة منها فالطيور في هذا المكان رح تنصاد بالفارمينت طبعا نصيحتي لك في هذا المكان اكتل اكبر عدد ممكن من الطيور لانه هو اللي رح يجيب لك مبالغ جيدة اكتل الطيور بعد ما تطيحها في الارض انت خذ الريش حقها لانه الريش هو رح يجيب قيمة حلو فصيد الطيور خذ الريشها باكبر عدد ممكن صيد تمانية عشر تسعة واخد ريشها بعد ما تاخد ريشها خذ لك جثتين وعلقها في الحصان حقك كنا نعرف انك تقدر تعلق واحد في اليمين واحد في اليسار زي ما تشوفون في الجيم بلاي حلوين ايضا في مؤخرة الحصان امديك تحط جلود صغيرة يعني مثلا جلدة ذيب صغير مثلا جلدة جلد مثلا خنزير وانتو بكرامة هذا تقدر تحطها على مؤخرة الحصان اضافة الى ذلك انت تقدر تحط جلد حيوان كبير على سبيل المثال تمساح او ممكن تاخذ جثة السلحفاء فحاول بقدر الامكان انك تعبل حصان مصبوط بعدها تتوجه لالبوتشر عشان يشتري منك اشياءك هذه طبعا في حركة جدا جدا رهيبة للصيد وتوقع نسبة كبيرة منكم يعرفها انك تجيب حصانين للصيد يعني تجيب حصانك اضافة الى ذلك اسرق احد الحصانات الموجودة جنبك حق السبيلين او المواطنين اسرقه بعدها رح تجي للمكان وبكذا رح يكون عندك حصانين وكل شي رح يتدبل معك يعني بدل ما تشيل جثتين رح تقدر تشيل اربع جثث للطيور عرفتك كيف بدل ما تشيل بدل ما تشيل جلد حيوان كبير رح تشيل جلدين للحيوان الكبير وبكذا انت رح تقدر تحقق اكبر نسبة من الارباح ورح تدبل ارباحك يعني فهذه حركة جدا رهيبة استغلوها بقدر الامكان بالذات في هذا المكان طيب عشان تحقق اكبر نسبة من الارباح بيع كل شي تحصله من رحلة الصيد حقك يعني بيع الجلود بيع الريش بيع الجثث وبيع اللحم ايضا انا عن نفسي ما احبب بيع اللحم لكن اذا كنت شخص انت مهتم بالاموال بيع كل شي تجيبه من رحلة الصيد عرفتك كيف عشان تحقق اكبر نسبة ممكنة وتقدر تكسب من بين الثلاثين الى الخمسين دولار فالاول والاخير انت مخيم طبعا الارباح تتفاوت من بين رحلة للرحلة على حسب الحيوانات اللي تصيدها انا هنا كسبت تقريبا من بين الثلاثين الى العشرين دولار فهي تعتمد على ايش الحيوانات اللي تصيدها وكم جودتها اذا كانت جودتها ثلاثة نجوم رح تكسب النسبة او ارباح جيدة طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطة لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هد الان اليوم عصب هد على طول وفاة امس عمس حيالله سلام عليكم اشتركوا في القناة